جمعة حزينة على الوسط الفني ثلاث وفيات في يوم واحد غيب الموت اليوم الجمعة ثلاث شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السق توفى اليوم الجمعة خبير التجميل المصري محمد الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وأعلن خبر الوفاة الفنان أحمد السق أزوج ابنة الأعلمية مهى الصغير ونشر صورته عبر حسابه على انستجرام وكتب توفى الي رحمة الله حماية وابويا العزيز السيد محمد الصغير الرجاء اتعاء له بالرحمة ويعد خبير التجميل محمد الصغير واحدا من أشهر مصفيف الشعر في مصر الوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد الأكثر من أربعين عاما مع أغلب نجمات الفن والإعلام وأصدر في عام 2015 كتابا يؤرخ لمشواره المهني والإنساني وحمل عنوان أيام من عمري وكشف فيه كواريس وتفاصيل في سرطة الزاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي الوفاة السنية وفاة الفنان أشرف صالح أعلن الفنان مونير مكرم وفاة الفنان أشرف صالح وكتب مكرم عبر حزابه على فيسبوك كشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة قائلا إن لله وإن إليه رجعون توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان أشرف صالح نضع له بالرحمة والمغفرة وصلاة الجنازة بمسجد ناصر بأرض عزيز عزة بإنبابة عقب صلاة الجمعة وأشرف صالح ممثل مصري كانت بدايته في فترة التسعينات شارك في عدد من المسلسلات والأفلام وقدم الأدوار السنوية ومنها زرسال الدم وعائلة الحاج نعمان وأبو العروسة وفرقة ناجي عطلة وأفرح إبليس وحق مشروع وغيرها من الأعمال الوفاة الثالثة كانت الفنان محمود عبد الغفار توفى اليوم أيضا الفنان المصري محمود عبد الغفار ونعى الفنان عزوز عادل عدو مجلس إدارة نقابة المهنة التمثيلية الفنان الروحل وكتب عبر حسابه على فيسبوك تنعى نقابة المهنة التمثيلية الفنان القدير محمود عبد الغفار إن لله وإن إليه راجعون الجنازة بعد صلاة الجمعة غدا من مسجد الصباح الهرم ويعد الروحل محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة دخل مجال التمثيل في فترة السمانينات وقدم العديد من الأدوار السنوية في السينما والمصرح وتلفزيون أغلبها أدوارا لشخصيات مثل الضابط ووكيل نيابة والطبيب والمحامي ومن الأشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية جزور في الهواء والمنسي والمقامر وتفرج سلام أما أبرز المسلسلات التي شارك فيها فهي مسلسل دموح في عيون واقحة وحكايات هو وهي وهاروني الرشيد ولا أحد ينام في الأسكندرية وحارث خمس نجوم ترجمة نانسي قنقر